اشتركوا في القناة التي نريد أن نضيف إليها لذة واستمتاعا هي عبادة الذكر وفي كلمة التراويح عبادة الصلاة الخشوع في الصلاة نتكلم في كل هذه اللقاءات عن فضل الذكر ذكر فضيلة أو أكثر من فضائل الذكر ثم نشرح ذكرا من الأذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكر آية من القرآن تدل على فضل الذكر يلا سريعا كل واحد يقول لنا آية فاذكروني أذكركم استريح صد ألا بذكر الله تطمئن القلوب كمان واذكروا الله في أيام معدودات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال الله تعالى يا أيها الذين من اذكروا الله ذكرا كثيرا انظر للوصف ذكرا كثيرا وطابق هذا الوصف بالحال هل الإنسان يذكر الناس أكثر أم يذكر ربه اذكروا الله ذكرا كثيرا وتجد كلمة ابن عباس أن الله إذا فرض فريضا من الفرائض حد لها حدا وعذر أهلها عند العجز عنها إلا عبادة الذكر قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة في المقابل الذين يغفلون عن الذكر يتحسرون يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة عايزك تحفظ الحديث ده قول كده ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة ولا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه أو لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا أو إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار إن كأنهم كانوا قد اجتمعوا على هذه الجيفة الحمار الميت ثم تفرقوا عنه فشبه مجلسهم بمن جلسوا حول جيفة الحمار ثم تفرقوا لأنهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى كم مجلسا وكم من المجالس تكون فيها الغفلة وتعلوها الغفلة ولا حول ولا قتل وتكون خسارة على الإنسان يوم القيام وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم من مليككم؟ الله سبحانه وتعالى المليك وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق فضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله كما في صحيح الجامع أيضا وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله ركز معي قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت قارن أنت بين الحي والميت وهذه حالة الإنسان الذاكر والأخرى حالة الإنسان الغافل معايا كده ولا نايم هذه حالة الإنسان الذاكر والأخرى حالة الإنسان الغافل والأحاديث في فضل الذكر كثيرة وسيأتي بعضها أيضا معنا بعد قليل عدد الإمام النووي رحمه الله فضاء إلى الذكر فأوصلها إلى كم مئة فائدة بل أكثر لذلك أنا أوصل إخوة دوما بهذا الكتاب الرائع الماتع للإمام ابن القيم من الكتب التي لا بد أن تقرأها لأنها تملأ قلبك بحب الذكر وتشوقك إليه وتجعلك متلذذا به اسمي الكتاب عشان تكتب اسمه وقولنا المعتكف ما يعودش يتفرج لازم تكتب تستفيد وتطلع إن شاء الله بعد الاعتكاف تطبق ما أمرت به كتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب من الكلم الطيب أنتم مش سمعين بقى وأنا عمال أتكلم من ساعتها الوابل الصيب من الكلم الطيب في فوائد كثيرة جدا لا تقدر بثمنتوزا بالذهب كتاب رائع جدا ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أن من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره يطرد الشيطان ويقمعه أو يقمعه ويكسره قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريد وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وفي مسند أحمد وسنن الترمذية ومصدرك الحاكم بإسند صحيح من حديث الحارث الأشعاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينفع معتكف ما يصليش عن النبي لما يسمع اسمه عجيب أول أنه قال إن الله سبحانه أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعمل به وإنه كاد أن يبطئ بها يعني تبليغ بني إسرائيل ذلك تأخر يعني فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي شوف خوف الأنبياء أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب قال فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف الشرف الشبابيك أو الفتحات فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وذكر منها التوحيد والصلاة والصيام والصدق وقال في الخامسة وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا واحد بيجر ورمين عدو حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم معنى أحرز حمى نفسه أو حصن نفسه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى عرفت فيدة أذكار الصباح وخطر أذكار الصباح أنها تحصين لك سائر اليوم حفظ وحماية لك من كيد وشر الشيطان سائر اليوم هذا حديث عظيم الشأ ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه ويتعقله قال ابن القيم لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه من افترس من؟ الشيطان افترس الإنسان وإذا ذكر الله تعالى خنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس يعني يوسوز في الصدور فإذا ذكر العبد ربه خنس يعني انكمش وانقبض وكف قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم كلمة صعبة الشيطان ايه جاثم بالثاء على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس انظر لفضل الذكر وثواب الذكر والذكر ليس كما يظن كثير من الناس أنه فقط حركات لسان بل هو في الأصل فعل قلب ثم حركات لسان ثم استعمال الجوارح في مراض الله فكل عبادة هي ذكر لله سبحانه وتعالى وكل معصية هي من نسيان الله والغفلة عنه سبحانه وتعالى مبارح بقى كنا بنقول يا أبو حميد كنا بنشرح حديث اي فاكر قولنا حديث في أذكار دخول الحمام ولا الطعام والشراب عد شكال أنا أسأل أنت اسمك أحمد هذا أحمد يلا يا أبو حميد فين الجوائزة بوبلاي الله يعني أنت ما كنتش معنا مبارح بقى طب نشوف كم واحد كده ما كانوش معنا مبارح نسأل كده كم واحد هيا حسام مبارح كنا نتكلم أداب الطعام والشراب ولا معايا حسام ولا دخول المسجد والخروج منه اختار حاجة من الاتنين إما لأيه واجاب نص الإجابة بيقول لا ده ولا ده طيب إما لأيه هيا محمود قالوا كنا متكلم عن إي مبارح ذكر إيه اللي أنت كنت بتعمله ده أنت كنت بتعمل إيه كنت نايم فكنا بنتكلم مبارح عن إيه أذكار النوم حد فاكر الزكر اللي قلناه فاكر يا عمر الزكر اللي قلناه مبارح كان إيه حد فاكر أيوة هوا هوا حسام صحة هوا تفضل تمام أن يجمع كفيه عند النوم ويقرأ فيها المعاوزات اللي طبقه قبل النوم يرفع إيده طب وقيت المعتكفين لزاي طيب ده ده لسه طازة يعني احنا مش طلعت روحت ده احنا اللي بناخده ده عشان إيه عارف يا أخواني الاعتكاف ده زي المستشفى وأنا بضيف حتة كده مستشفى إيه حد يكملها من اللي فاهمني كده برضو مستشفى عسكري آه يعني فيه مستشفى تانية مش عسكرية بتبقى إيه بتبقى إيه آه يعني اللي عايز حاجة بيعملها خد تبقى لك ففعلا ما تيجي بالليل كده وفي وقت النوم تبص على الإخوة هم نايمين زي بالظبط كده الناس وحي في المستشفى الناس رايحة للمستشفيات عشان علاج الإيه الأجساد وإحنا بنيجي المسجد عشان علاج إيه القلوب أحلى بيئة تعرف تعيش فيها الطاعة هي المسجد ما فيش واحدة هتبص لها ولا واحد يدخن قدامك ولا واحد يسب ولا يشتم فيش أي حاجة خلص أجمل مكان تعرف تعبد في ربنا المساجد أعلىها طبعا المسجد الإيه الحرام ثم المسجد النبع يا ربنا يا رزقنا اعتكاف فيهما إن شاء الله فإن ما كانش الإنسان بيطبق حياة العبودية أو مفهوم العبودية الشامل الكامل في المسجد حيطبقه فين طبقه فين فانت نتبه بقى للسنن اللي بناخدها دي عشان نطبقها النهاردة هناخد حديث كمان من أحاديث الأحاديث المسنونة التي يسن للمسلم أن يقولها قبل النوم روى البخاري في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان مناسب صح؟ وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ده دليل على إيه؟ إنها طعام إنها طعام تخرج طعاما وليست مالا المسألة الخلافية المشهورة والرجح أنها تخرج طعاما طيب دليل لحاجة كمان فيه فايدة كمان مهمة ومهمة جدا كمان صحيح أزاك الله خير أنها تقدم قبل الفطر بأيام حتى يتمكن من إخراجها اسمها زكاة يعني زكاة الفطر يعني الفطر من رمضان طيب ومتى نفطر من رمضان مغرب شوال اللي هو أول ليلة من شوال يبقى وقت زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان ماشي كده اللي بتبقى أول ليلة في إيه في شوال ويمتد إلى صلاة العيد طيب لو إحنا طلعنا الزكاة في الوقت ده حنلحق نطلعها حيبى في صعوبة فلذلك الصحابة كانوا يقدمونها عدة أيام ليتمكنوا من توزيعها والدليل الحديث ده في البخاري إنهم كانوا جمعينها وخلى أبو هريرة إيه يحرصها طيب والحديث ده في كم يوم قبل العيد تقريبا فيها ثلاثة مش هو جاله ثلاثة ليالي إيه با دليل إنهم أدموها إيه طيب تعال نشوف الحديث قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته مسكه وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت يبقى كده إيه يدي ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة مع أنه لم يخبره لكنه علم قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود قال فرصدته فجاء يحثو من الطعام وذكر الحديث إلى أن قال فأخذته يعني في الثالثة فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله به قلت ما هن ده يدلك على حرص الصحابة على العلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِح الذي يقول له لا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ هُوَ وهذا دليل على أيوة كده بيحضر معنا درس الخميس دي حديث دي احنا شرحناه في درس الخميس الترهيب والترهيب فقلنا هذا أثر من آثار اسم الله القهار أن جعل الشيطان يتكلم بما يخزيه وبما يحميك منه يعني هو اللي بيدلك على وسيلة التحصن والحماية منه فقال فأصبحت خليت سبيله فأصبحت فقال لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح اسمع بها قال وَكَانُ أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْلِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب يعني هو الأصل فيه الكاذب لكن في هذه المرة فنحن نقبل الحق من كل من جاء به قال تعلم من تخاطب منذ ثلاثة ليالي يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان والحديث رؤى البخاري هذا الحديث الدليل على فضل هذه الآية الكبيرة وعظم نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره فمن قرأها عند نومه حفظ ووقي ولم يقربه شيطان حتى يصبح هذه الآية فيها من أسماء الله الحسنة كم؟ خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة هذه الآية أعظم آية في كتاب الله أعظم آية في القرآن طيب إذا كانت أعظم آية في القرآن وفيها أو كلها أسماء وصفات ما الرسالة؟ الرسالة التي تبلغنا اعتنوا بالآيات التي تحوي الأسماء والصفات اهتموا بدراسة علم الأسماء والصفات وواقع الناس إهمال الأسماء والصفات ما تجد أحدا درس الأسماء والصفات كلها شوف حياة الإنسان خمسين سنة وستين سنة قل له هل تذاكرت أسماء الله القصنى بمعانيها وتفهمتها وتحاول تصديقها في حياتك يقول والله يا أفضل عني وقت وفي حلال هذه الأسماء قرأ كثيرا ومع ذلك ما تكر أن يتعرف على ربه حق التعرف وإذا نجد صلاة الأسفة وإذا نجد صلاة الأسفة وصيام وغير ذلك لا يعرف أن يعبد الله حق العبادة لأنه لم يعرف حق المعرفة فهذه رسالة مهمة نريد تطبيقها بعد الاعتكاف بإذن الله أن نعكف على التعرف على الله بأسمائه وصفاته بدأت الآية بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه ثم ذكر حياة الله الكاملة الله لا إله إلا هو الحي حياة كاملة لا يلحقها فناء ولم يسبقها عدم وذكر قيوميته القيوم يعني قائم بنفسه مقيم لغيره يدبر أمور الخلق وذكر تنزهه عن صفات النقص كالسنة والنوم السنة اللي هي بدايات النوم وبين سعة ملكه سبحانه أن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه وذكر من أذلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده إلا من بعد إيه؟ إذن فيها إثبات صفة العلم وعلمه سبحانه محيط بكل معلوم يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون فيها بيان عظمة الله بذكر عظمة مخلوقاته فالكرسي أحد مخلوقات الله وسع السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين فكيف بالرب الخالق الجليل العظيم وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه وتعالى فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمها وجلالة شأنها قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم فقال الله ورسوله أعلم فردد مرارا فقال أبي هي آية الكرسي فقال له ليهنك العلم أبا المنذر يعني يهنأ بالعلم ليكن العلم هنيئا لك متى تقرأ هذه الآية المواطن والمواضع قبل النوم اثنين بعد كل صلاة عقب كل صلاة ما ثوب قراءتها عقب الصلاة دخول الجنة من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لو مات على هذا العمل إن شاء الله يدخل الجنة وأيضا تقرأ في أذكار الصباح والمساء وأيضا ما نحن كنا فيه فيه تاني ايوة ما احنا قلناه عند النوم وهذه الآية كما ذكرنا هي أعظم آية في كتاب الله طب هناك آيات أخرى تقرأ قبل النوم معاوزات قلناها أمس لو أقوله الله أحد فأقوله عذر رب الناس وأيضا أواخر سورة البقرة أو خواتيم سورة البقرة والملك لا يلزم قبل النوم في الليل عموما لا مانع لو قرأها في أي وقت من الليل تجزئ أيضا سورة الكافرون لا أقول آيات آيات سورة الكافرون ما ثواب قراءة سورة الكافرين سورة الكافرون براءة من الشرك قال صلى الله عليه وسلم اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون قبل ما تنمت قرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك عشان كده آه مرة واحد فسورة الكافرون وصورة الإخلاص ليهم اسم واحد هم أيه سورة الكافرون والإخلاص يقال سورة الإخلاص سورة الإخلاص ليه لأن فيهما إخلاص التوحيد بنوعيه العلم والعمل لله تبارك وتعالى فهذه يا إخواني سنن وأذكار وآيات تقرأ قبل النوم حري بنا أن نواضب عليها وسنتعرض لما لم يذكر هنا أيضا بالشرح وبعض الأذكار الأخرى في اللقاءات القادمة بإذن الله أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر